تسلم عدد من أهالي محافظة شمال سيناء عددا من الأجهزة الكهربائية لسبعة عشر عروسا يتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوسة بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مبادرة حياة كريمة واجه الشكرى للمشاركين في تجهيز الفتيات من جانبهم أعرب أهالي شمال سيناء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة حياة كريمة التي نفذت المبادرة